الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج أي فريق وجماعة من الكفار سألهم خزنتها وهم مالك وأعوانه ملائكة أقوياء أشداء وهم تسعة عشر وسؤالهم على جهة التوبيخ والتقريع وهو مما يزيدهم عذابا إلى عذابهم ألم يأتكم نذير أي رسول في الدنيا ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه قالوا بلى قد جاءنا نذير أقروا اعترفوا أنه جاءهم نذير أنذرهم قالوا أنذرنا وخوفنا كما في قوله تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ثمود قبيلة من قبائل العرب قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم قوم نبي الله صالح بعد المدينة بثلاثمائة كيلو متر إلى جهة الشام فثمود بيّن الله لهم طريق الخير أرسل إليهم صالحا عليه السلام فبيّن لهم طريق الهداية طريق الإسلام فكذبوه كفروا بنبيهم صالح فأهلكهم الله وأما قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم معناه دللناهم على الحق فاستحبوا العمى على الهدى ولكنهم كذبوا نبيهم فأهلكهم الله بتغيانهم ما قبلوا الإيمانة اختاروا الضلالة العمى الضلال وما جاء في قصتهم أنهم طلبوا من نبي الله صالح أن ينثر لهم معجزة وهي أن يخرج لهم ناقة مع ولدها من هذه الصخرة فأخرج لهم ولو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به فثبتت الحجة عليهم ولم يكن يساعهم إلا الإذعان والتصديق لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين ثم حذرهم أن يتعرضوا لهما فسكتوا مدة ثم تآمر تسعة أشخاص منهم على أن يقتلوها فقتلوها وبعد ثلاثة أيام نزل بهم العذاب فمحاهم قال تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فاعترف الكفار بأن الله عز وجل أرسل إليهم رسلا ينذرونهم لقاء يومهم هذا واعترفوا أيضا بأنهم كذبوهم كما قال الله تعالى إخبارا عنهم فكذبنا وقلنا أي قالوا للرسول المرسل إليهم ما نزل الله من شيء ما نزل الله أي عليك من شيء مما تقول من وعد ووعيد وغير ذلك إن أنتم إلا في ضلال كبير قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ما نصه الظاهر أن قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير من قول الكفار للرسل الذين جاءوا نذرا إليهم أنكروا أولا أن الله نزل شيئا واستجهل ثانيا من أخبر بأنه تعالى أرسل إليهم الرسل وأن قائل ذلك في حيرة عظيمة روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه آية وأنذر عشيرتك الأقربين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه فاجتمع إليه الناس بين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي يا بني فلان لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب والعياذ بالله تعالى تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا تبا لك معناه أنت خاسر هالك سبر وسول عليه الصلاة والسلام ولم يسبه أحد غيره من أقربائه الذين جمعهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة تبت يدى أبي لهب وتب كذلك يجوج ومأجوج ورد أن الوسول صلى الله عليه وسلم مروا بهم ليلة المعراج فبلغهم فأبوا ويتداولون هذا الخبر جاءنا رجل اسمه محمد وأخبرنا أن الله واحد لا يجوز أن يعبد غيره يتناقلون هذا الخبر ولا يسلمون قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هنا اعترف الكفار بأن الله عز وجل أرسل إليهم رسلا ينذرونهم لقاء يومهم هذا واعترفوا أيضا بأنهم كذبوهم ولكن الكفار يكذبون يوم القيامة كما ورد في القرآن الكريم أنهم يقولون الكفار عندما يرونه أن ما كانوا عليه من الشرك والكفر يهلكهم يقولون كما ورد في القرآن ما كنا مشركين لأنه من شدة ما يصير لهم من القلق والخوف من عذاب الله الذي يعزب به الكافرين يأتي وقت على الكفار يوم القيامة ينكرون يقولون ما كنا مشركين أي ما كنا نعبد غير الله فيختم الله أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما فعلوا من عظم الفضيحة يسكتون بعد ذلك ما بقي لهم طمع في أن يدافعوا عن أنفسهم فالله تعالى يختم أفواههم وينطق أيديهم وأرجلهم أيديهم تشهد بالشرك الذي كانوا يعملونه وأرجلهم تشهد بأنهم كانوا يعبدون كذا ويشركون بالله اشتركوا في القناة